ومن الأهل والزمالك إلى برازيل مصر وأفريقيا قلعة الدرويش مع كابتن حمد إبراهيم المدرب العام لفريق النادي قال إسماعيل يا كابتن حمد بمسائل فل عليكم كل سنة وانتطيبوا بخير كل سنة وانتطيبوا يا كابتن إبراهيم ربنا خليك يا رب وكون بها لسلامة ورمضان كريم عليكم على المستوى يا رب إن شاء الله ربنا أعزك وإحفظك وفي البداية عايزين بس نتطمن على صحة الكابتن إيهاد جلال بيتعافى أحسن بإن شاء الله بإذن الله يقوم بسلامة وهي فترة كده بتمر على كل أحد بيجيلوا الحالة دية وإن شاء الله بإذن الله يقوم منها بأنت سلامة بإذن الله والحمد لله رب العالمين هو طميمنا جدا وعلى تواصل كل يوم فالحمد لله رب العالمين إن شاء الله بخلال أيام وليل بإذن الله إن شاء الله ربنا يشفي ويعافيه هو وجميع المصابين يا رب كابتن حمد بسم الله ما شاء الله يعني النتائج الأخيرة حاجة في منتهى الرواعة وهي حاجة كانت متوقعة بصراحة مع قدوم الجهاز الفني الحالي بخط كابتن هب جلال الطموحات بقى والتوقعات بتاعت جمهور الإسماعيلي نقدر نقول لهم ايه على لسانة كابتن حمد إبراهيم الفترة اللي جاية والله وتوفيق ربنا في الأول وفي الآخر ومجهود لعيبة جميلة ومجهود كويس جداً ولعيبة كويسة هم كانوا بس محتاجين شوية حدوء وشوية نظام فالحمد لله رب العالمين الأمور مشية في الطريق اللي احنا عايزينه يا رب إن شاء الله وزي ما بقول هي واحدة واحدة إن شاء الله بس نطلع من المكان اللي احنا فيه عشان اللعيبة تعرف تقدي برحة كده نفسية في الملعب ويقدروا يخلونا كل مغراجنا بالعقول اللي احنا عايزين منها ايه وبنبقى عايزين ثلاثة بمطقة عايزين هدوء شوية لمن المرحلة الجاية مرحلة أصعب كل ما أنت بتكسب كل ما الأمور بتبقى أصعب شوية لأنه خلاص أنت عايز روح في حتة إن شاء الله تبقى عن المنطقة اللي يصنع في الناس تبقى مزعجة بالنسبة للناس للناس الإسماعيلي يعني الواحد ما بيبقاش متخيل إن هو يبقى في آخر فرح في التوري إن شاء الله يا رب يكون معنا التغطية إجن الله الفترة اللي جاية ونقدر نعدي الفرقة للحطة اللي احنا عايزينها إن شاء الله هل الإسماعيلي بالانتصارات الأخيرة المتتالية عبر منطقة الخطر ولا لسه بدري؟ لا لا لسه بدري جدا أنا كنت بغيرينه ده اللي احنا بنكلم فيه مع بعيبة ونقول للناس اصرحه طبعا يعني الناس بتبقى كانت بقى لها فترة نفسها تفرح لأن انت عارف أن نبقى جمهور بلد بالكامل نستنى مباراة لفرقته لأن ما عندهوش حاجة لفرقته بيدي حدها جدا وهم عايشين على فكورة فأنتم تتكلم أن هم كل ما يفرحوا لكن بنا لهم بعوين تفرحوا كده إن شاء الله بنخلص من الفرحة ديت لأن احنا عندنا شغل أكبر وأهم من يوم ما بيخلص المباراة وإحنا بنفكر في المباراة اللي بعدها لأن المباراة اللي جاهزة بقى صعبة جدا إن شاء الله بإذن الله يا رب يكون معنا التوطيل إذن الله واللعيبة أقدي المسؤولية وبيعملوا حاجات صراحة من حاجات يعني أنا بأشكرهم كلهم لأنهم بيعملوا مجبود غير عادي وإن شاء الله نعدي المرحلة ونقدر نوصل للحطة اللي احنا نجدينها أخيرا يا كابتن حمد الدوري السنة دي صعب يعني المستويات قريبة ما بين الفرق طبعا طبعا يا كابتن لأن احنا قلنا كلام دا من أول ما الدوري بدأ يا كابتن براهيم لأن كل الفرق دا عامت بشكل كويس وفيه فرق طلعت من السرابيكا البنك الآن يعني الفرق حتى كلها المحلة حتى من الفرق اللي طلع كل الناس بدعم دعمت بشكل كويس وبقى فيه تنافس قريب جدا ومن أول الدوري نحن بدوننا ما تقبرش بحد الفرقة تكسب فرقة عبدا مستحيث دلوقتي أي فرقة بتلاعب أي فرقة ما تقدرشوا تقول لا دا دي اللي هتكسب المعرضة صحيح 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 الناس كلها بتدعمت بشكل كويس في أول السيزل فهتلاقي حتى كل الفرقة بص على فوق كابتن براهيم على أول خمس تلت فرق هتلاقي نفسك اثنين بونت يخليك تاني أو تاني أو تاني أو تلاتة ما تشتخسره هتلاقي نفسك منزل في مركزين ثلاثة نفس الكلام تحت برضو في آخر عشر طرق هتلاقي نفس الكلام من الأخير لغاية اللي هو نتكلم في الحدو عشر بتكلم في أربعة بونت صحيح صحيح فالكلام ده هتبقى لازم كل مباراة تنتخدها لوحدها وكل مباراة بزي تقدر تكسبها عشان تقدر تعدي بها مرحلة جابتن حمد إبراهيم المدرب العام لأفريق نادل إسماعيلي كل شكر ليك وكل سنة وانتو طيبين وبخير وانتو جادرين إن شاء الله وقادرين أن انتو ترجعوا لإسماعيلي المكانة الطبيعية التي تليق باسم وسمعة الدرويش برازيل مصر وأفريقيا الحقيقة أنه